جاسم تملأه السعادة فقد وصلته رسالة نصية الآن تقر بأنه فاز بخمسين ألف ريال قطري لحظة جاسم لا يتذكر إعطاء رقم هاتفه لأحد بل ولم يدخل في أي مسابقة للفوز بأي جائزة عفوا يا جاسم يبدو أنك قد خدعت برسالة اختراقية ما هي رسائل الاختراقية؟ وكيف يمكنك التعرف عليها؟ الرسائل الاختراقية تتمثل عادة في الأعلانات غير المرغوب فيها والتي يتم إرسالها إلى هاتفك يتم إرسال هذه الرسائل لألاف من الناس في الوقت نفسه وغالباً لا تستطيع إلغاء الاشتراك فيها وعلى الرغم من أنها رسائل مزعجة إلا أنها تسبب لك مشكلة حقيقية عندما تعرضك للإحتيال تسعى هذه الرسائل إلى إيقاعك في خدعة تدفعك إلى دفع أموالك بسبب أعذار واهية فقد تدعي هذه الرسائل أن هناك من يريد أن يجتمع أو يدردش معك أو أنك قد فزت بإحدى الجوائز وعلى سبيل المثال قد تأتيك مكالمات يقوم فيها المتصل بقطع الاتصال قبل ردك على الهاتف وإذا عودت الاتصال بالرقم نفسه مرة أخرى تجد نفسك قد اشتركت في خدمات غير مرغوب فيها باهظة الثمن والخلاصة إذا ظهرت رسالة أو مكالمة من رقم مجهول أو خدمة لم تطلبها مسبقاً فالأغلب أنها عملية احتيال لا تشارك أرقام أصدقائك بسهولة واستفسر من الشركات عن سبب أخذهم رقم هاتفك قبل استخدامه في دراسات الأبحاث والاستبيانات اقرأ الرسالة الاختراقية لمعرفة إذا كان هناك طريقة لإلغاء الاشتراك ولا ترد على الرسائل القصيرة التي لا تعرف مرسلها ولا تعود الاتصال بأرقام مجهولة أصبح جاسم أكثر حرصاً الآن وأصبح هاتفه خال من الرسائل الاختراقية والاحتيالية تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني consumervoice at ict.gov.qa وفي حال كانت لديك مشكلة مع مزود الخدمة ولم تتمكن من حلها اتصل بنا على الخط الساخن 103 من داخل قطر أو 44-06-9938 من خارج الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر